حرب اللغات حرب اللغات عندما تندلع بكل أسف لا يمكن للإنسان أن يتصور أي آثار مستقبلية تكون لها وبالتالي أعتبر جميع بأنه كأن البرلمان أعلن على الأمة حرب اللغات لأنه بهذا القانون الإطار أما المشكلة لم يبدأ الآن منذ قانون الإطار لقد بدأ على الأقل منذ ثماني سنوات وكانت تدابير اتخذت سواء تعلق الأمر بالبكالورية الدولية أو تعلق الأمر بدعوات تدريج أو تعلق الأمر بما كان في القانون في مشروع هذا القانون الذي مره أمام الحكومة وتغيير بعد ذلك عند خروجه من المجلس الوزاري كل هذا جاء في وقت انتهاء السنة السياسية بأصحة أصحة عبير وبالتالي كان من المفروض أنه لا نترك الأمر حتى يبتد العمل السياسي في شهر شتنبير فتنادينا من أجل أن نعلن الرفض المطلق لهذا القانون وبالتالي ولا سيما الفصلان اللدان يدمران الهوية المغربية وبالتالي فإننا في الاجتماعات القادمة تناقشنا في كثير من الاستراتيجيات التي يجب سلكها لأن نحن لم نعقد إلا اجتماعا تمهيديا واحدا الاجتماع الأول سيكون إن شاء الله عن قريب من أجل أن ما تناقشنا حوله يجب أن يبلوار في ورقة أو وثقة أو ميتاق أو في شيء من هذا القبيل من أجل أن يعرف أول الوقف لكل شيء العلماء والخبراء والمتقفون والعلماء وكثير كثير 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 من الفعاليات في هذا الميدان وكذلك الشعب المغربي أن هناك خططا من أجل الدفاع عن موقفنا حتى لا أقول النضالات ستكون مستمرة على جميع الوجهات لا نستثني شيئا سنلتجئ إلى المحاكم سواء المحاكم العادية أو المحاكم التستورية لأنه الأمر يتعلق قبل كل شيء بأن البرلمان بهذا التصويت يخرق الدستور في فصله الخامس هذا شيء لن يقبل ولن يمر بدون هذا النضال القانوني ونعتقد بأن الصدا الذي كان عند جميع الفاعلين ولا الحقوقيين ولا سيام المحامين سنجد دخير من المشارع الدعوى التي يجب أن ترفع في هذا الإطار كذلك يجب على الكل الذين سيكون هم الزاد والمعرفة لهذه المبادرة أن يقوم بحملات توعية داخل الشعب المغربي كما كانت دعوى حتى في هذا الاستعمار الماليشا اليوتي معروف مواقفه من التعليم ومواقفه منذ الاستعمار ولكنه القوى الوطنية المغربية لم تتوقف في النضال من أجل فرض لغة أخرى أو من أجل تقسيم المغاربة وهذه كانت أفكار أساسية في توجه اليوتي واستطع للمغاربة أن ينشئوا التعليم الحر وما أدرك ما التعليم الحر وتعلم الناس باللغة العربية وكانت أطور جد 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 مهمة يعني افتخر بها المغرب عند بداية الاستقلال من الأشخاص الذين رجعوا من سوريا ومن مصر ومن العراق ومن غيرها وبالتالي فإن هذه المعركة اليوم هي أسالة من معركة أمس لأن الأمر بيننا كمغاربة علينا جميعا أن نعرف ماذا نريد هل نريد لهذا الشعب أن يبقى تبقى لغته العربية هي لغته الحقيقية والحضارية والرسمية أم أن هذا الشعب بعد 30 سنة لن يكون هو الشعب المغربي لأنه عندما يفرد تعليم بالفرنسية عندما تصبح المصالح تقضى كلها بالفرنسية عندما يصبحوا بالشغل لا يفتحوا إلا بالفرنسية عندما يصبح الاقتصاد مهم عليه من الفرنسيين عندما يصبح تقدم المغرب راهين باللغة التي فرضت وبمجالها الإيديولوجي والإستراتيجي أنا إذ لن نكون نحن المغاربة قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابونا وفلاشين فيبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعية